موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان مساء الحب والتفاؤل ودايما يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وحب وتفاؤل وقلوبكم عامرة بحب الله أحباء الغليء بداية أحب أن أتقدم بالنيابة أنا وجميع زملاء الإعلاميين الذين يحملون ميساق الشرف الإعلامي والالتزام والذين أقسموا على الالتزام بالمهنية واحترام الجميع لذا نتقدم جميعا بخالص الاعتذار والتقدير لكل أهالي الصعيد والقرى رجال ونساء فهم الأصل والعراقة والتاريخ الذين نستمد منهم كل القيم والمبادئ ونبدأ حلقة برنامجنا النهاردة وموضوع برنامجنا كيف نبني حياة سعيدة ونرحب بدفنا الكريم أستاذ مصطفى الجبالي أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندي وأستاذ المشاهدين كلهم وشرف ليكم متواجد معاك النهاردة أهلا بك وبشكرك على المقدمة الجميلة اللي قلتها في حق أهل الصعيد وأهل الريف اللي هم أصل مصر وطبعا بتكمل من كلام حضرتك أن صعيد مصر وريف مصر هم أصل الحياة اللي هم متواجدين فيها دي وطبعا بتكمل من كلام حضرتك وخلص طبعا الاعتذار لكل أهل الصعيد نيابة عن وبشكر كل الإعلام اللي يتوجه بالوقفة الجميلة الإيجابية اللي وقفها في حق أهل الصعيد طبعا أهل الصعيد خاد حقه بعدها مظهور ناس معينة غطت في حق الصعيد على الشاشات مرة تانية بداية أستاذ مصطفى الجبالي هو المتحدث الإعلامي عن مؤسسة بلدنا الطيب مؤسسة بلدنا الطيب هي مؤسسة خدمية تحت التأسيس يرأسها الأستاذ محمد عشور رجل الأعمال وهذه المؤسسة تعمل على التعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في كل المجالات هذه المؤسسة لا يكتصر نشاطها وخدماتها فقط على القاهرة بل تمتد فروعها إن شاء الله لجميع فروع جمهورية مصر العربية أستاذ محمد أستاذ مصطفى أسفا أستاذ مصطفى ممكن حضرتك تكلمنا أو تديننا نبزة مختصرة عن المؤسسة وخدمتها بداية بداية اسم البلد الطيب هي مؤسسة أولا تحت تأسيس البلد الطيب معروف طبعا هي مكة العميرة دائما بالخير فمن هنا جاء اختيار الاسم إن الخير المؤسسة يقوم على جمهورية مصر العربية كلها من أول أهداف المؤسسة إنها كلها فروع في كل عن حق جمهورية لخدمة الفقراء والمحتاجين والمساكين ومش بس كده تبني المواهب الثقافية والخدمية وأصحاب الهمم وزوء الاحتياجات الخاصة وأصحاب متلازم الدون والمواهب اللي عندهم إزاك نميها طبعا برئاس الحاجة حمر عشور المؤسسة مكررة في منطقة العمرانية يمكن علشان كده أهليها يكون ليه منصيب أكبر يعني المكرر موجود هناك بس طبعا في روحة زي ما اتفقنا نحن على جميع نحن الحديثة العمرانية العمرانية فيها المكرر الرئيسي هي تحت التأسيس طبعا بالتعاوم أسندوق طاحي مصر والمؤسسة تبني صمارها هي لسه تحت التأسيس يعني لسه قريب تم افتاح مكر لزوء الهمم فريد الأمل والتحدي من الأسبوع اللي فات للاهتمام بالزوء الهيام والإحتاجات الخاصة وكان يوم جميل جدا مع الأطفال يعني أنتم طبعا المؤسسة مجالها لا يكتصر على الأنشطة الثقافية فقط لكن هي بتقدم مساعدات مادية واجتماعية وأيضا مساعدات طبية للمحتاجين خدمات طبية والاهتمام بالجانب الثقافي الجانب التربوي التوعوي التنمية المهارات والمواهب اللي عند الشباب والجانب الثقافي كل ده ده اللي بيفرق المؤسسة عن أي جمعية خيرية تانية أو أي مؤسسة تانية إن المؤسسة شاملة يعني إيه هي أكاديمية وصرح إن شاء الله خدمات أتعمى على جميع عن حالة الجمهورية بإذن الله وشرف طبعا أن أنا أحد أعضاؤها والمتحدث الرسمي لها ده شرف كبير طبعا لها إحنا من خلال البرنامج بنعلن أن تم عقد بروتوكول تعاون مع الأستاذ مصطفى الجبالي المتحدث الرسمي والإعلامي لمؤسسة بلدنا الطيب بالتعاون مع البرنامج لتقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية لكافة لكافة كل أنحاء جمهورية مصر العربية إن شاء الله زي ما هو وعدنا شرف ليه وشرف ليه التواجد في قارة الصحة والجمال إحنا دايماً بنتمنى أن إحنا دايماً نكون خطوة في سبيل تحقيق السعادة ورسم الابتسامة على وجهكم جميعاً أستاذ مصطفى حضرتك بغض النظر عن أن حضرتك المتحدث الأعلامي للمؤسسة حضرتك ليك مؤلفات وروايات عديدة ممكن حضرتك تقول لنا نماذج على سبيل المثال من هذه المؤلفات هو أولاً مش مؤلفات مؤلفات بالمعنى الدارج يعني لكن هي مؤهبة وأنا عرفت أن حضرتك الروايات بتاعتك بتقطبس منها حاجات من يعني متجهة دينياً شوية أو بت حاجات لا ويمكن تأثير شوية ببنواس بس في الشعر الشعر الجيلة طبعاً لقماط اللي يمكن حد يقدر نتجهلها لكن أنا في اللغة العربية الفصحة يعني متأثر شوية بالشعر أبو نواس الشعر الجهلي بالنسبة للروايات هو مش روايات كتير يعني كم رواية كده طبعاً على سبيل المثال حضرتك تقول لنا نماذج منها عزراء برج الحمل رواية كنت كتبة سنة 2000 كانت بتتكلم عن تأثير الناس بالنجوم وبالكواكب والناس بتاخد اليوم بتاعها والمصدقية اليوم الحزق اليوم من الأبراج والغريب جداً نحن لدينا الطبقة المثقفة قوي والمتعلم قوي هي اللي بتتأثر جداً بالجانب النجوم وحزق اليوم والأبراج والكلام ده كله وبتدي يأخذوا خلاص تقص يومهم وتقص حياتهم بناء على ده ممكن يوقفهم مصيرهم كله آه لو النهاردة اليوم مثلاً حظك اليوم النهاردة سيئت ليبكم يخرجون البر بيت وتلاقيه مثلاً مع دكتوراه ومتعلم جداً ومثقف وتلاقيه متأثر بالأبراج وقرأتلي في الجانب الكف والكلام الغريب ده طبعاً لأنا مغايب الله ده هذا في الرواية عزراء برج الحمل يعني أول رواية الحب إلى قلبك عزراء برج الحمل تمام رواية تانية كان اسمها هي رواية رومانسية شوية اسمها حج القلب اللي ما نستطاع عليه سبيلة ودي ممكن تم الاعتراض على الاسم بتاحها عشان برضو رايحها ناحية المسمى طبعاً المسمى كان الهدف منه طبعاً يعني القلب ده زي المكان المقدس محدش يدي اللي يخش المكان مقدس إلا ما يكون طهر محدش يعرف يخش جامع أو كنيسة أو دير أو أرض مقدسة بالفعل الكلوب إلا ما يكون طهر إلا ما يكون طهر كمان قلوبنا إحنا مكان طهر ومقدس مش أي حد يخش كده والسلام كل من هبه ده بيقول أنه داخل السلام وقالفتحه لأبنا ويخش لا إحنا برضو قلوبنا مكان مقدس مش أي حد يخشه لازم يكون طهر وعلى قدر المكان اللي هو داخل فيه لذلك حج القلب اللي ما نستطاع إله سبيلة طيب فيه رواية تانية برضو حتى تتكلمتيني فيها الرواية تانية ما اتطبقتش هو بس الباقي كل بقى قصيد وأشعار يمكن أول قصيدة شعرك تبتهتها كان برضو كان من سنة 2002 والحمد لله خدت عليها جايزة بس يعني هي مش جايزة هي زي شاري التأدير كده كان اسمها شاهد الحب دي كان أول حاجة كتب رسميا لو ممكن أقول حاجة منها آه تفضل سمعنا حاجة منها أنا هقول بس حاجة شاهد الحب انها خفيفة شوية على قلب الناس يا رب ان شاء الله اتنالي أجابهم ان شاء الله هي بتقول شاهد الحب اللي سأتهولك عمري بحاله اللي بتتهولك بعد دا كله تخونه تضيع ليه بتخلي غرضنا يضيع أنا من شاهد الحب أسقيك تطلب روحي وعيني أديك حتى حياتي ما تغلى عليك ليه دلوقت تشوفني عنيك تفرح لما تشوفني حزين وبيني وبيني الفرح سنين شاهد الحب أنا هكسر كاسه حتى الشوق هكتم أنفاسه ويحرم علي الشوق بعديك يالي سنين وانا قلبي شريك فضل تملى في بير الحب أخذ من روحي شاهد وصب ولاق العتمة جوه النور وقلبي تايه هوية هواة أتاير البير دا كان مكسور وانا اللي فضلت عمري ملا شاهد الحب خلاص بأمر وانا ولا آسف ولا مضطر اني أكملتان معاك كل سنين أنا روحي في داك أنا بعدك أمير مهزوم أصر العالي بقى مهدوم وبأيديك انت اللي هدمته وانا كل ذنب اني عملته اني بروحي وقلبي فديتك ومن شاهد الحب يا غالي سائتك جميلة إن شاء الله جد أحييك عليها كلمات منطقة وإسلوب راكي في الإلقاء ربنا عزيك أستاذ مصطفى عاوزين نتعرض لنقطة مهمة جدا وبتهم كثير من الأسر هل المشكلات الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع هل هي تعتبر ظاهرة طبعية نتيجة اختلاف الثقافات واختلاف الطباع ولا هي تصدع مجتمعي بيؤدي حتما لتزلزل المرقاني المجتمع هو أولا المجتمع المصري أو الشارع تحديدا مجتمع المصري تحديدا مرد بحقبتين الاشتراكية والرأس المالية الأسرة أيام الاشتراكية كان ممكن عالي من الجنين يتجاوز إنجي من تلباشة بعد كده جاءت الرأس المالية قال لك لا ما ينفعش إنجي تبص أساسا العالي من الجنين يعني كل واحد ياخد من توب الحقبتين دول تقريبا خلاص بعد ما حصل دمج بعد الاشتراكية والرأس المالية حاليا يعني إيه بالبلد كده لازم كل واحد ياخد المنتوب ما ينفعش حد يكون معاد دكتوراه أو واحد معاد دكتوراه وتاخد واحد أمي ما يعرفش يرى ويكتب هي واجهه صراع شديد جدا في المجتمع نحن عايشون يدول مع ضغوط الحياة ومع المسؤولية اللي بقت مكلف بها الفرضة دلوقتي أنا شاف عشان نبدأ أسرة سعيدة لازم كل إنسان ياخده لشبهه الكيميا اللي تتوافق معاه الزواج التجربة اللي احنا كلنا ضده اللي هو اتعمل دوت بفعل احنا كلنا ضده طبعا وده طبعا حاجة يعني خارج العقل والشرق والدين والقانون وكل القيم والمبادئ تتحرم الزواج التجربة بس احنا ممكن ناخد منه إيه زي ما بيحصل مثلا كشف تجب أثناء الزواج ممكن يتعمل وصيقة نفسية أنه يبقى فيه كشف نفسي كشف نفسي للطرفي آه الجانب العصبي الجانب رد الفعل بس هو صعب شوية هو صعب صعب شوية في التطبيق بس هيتوقف على الأسر نفسها في اختيارهم البيئة أيوة تمام في اختيارهم للأزواج لبناتهم وكده في مقاييس ومعايير ما حسن الاختيار ده يعني ياريت لكل واحد يحسن اختيار ومكنش حد ما كناش هنواجه دلوقتي مثلا حسب الإحصائية كل أربع دقية حال الطلاق يعني أثناء الحال وإحنا بنتكلم كده ما شاء الله شوف يعني حضرتك شايف أن أهم مشكلة اجتماعية بتواجه المجتمع دلوقتي هي مشكلة الطلاق ده أكيد هو طبعا في مجموعة مشاكل كتير جدا يعني يا لوجي هي إطار كده مجموعة توتل الانحراف الجريمة ما كل ده دارك بص أطفال الشوارع الإدمان المقدرات هو أنا بحب يعني في حاجة اسمحني بس أنا ما بحبش لقب أطفال الشوارع أنا بحب أن احنا نطلق عليهم وياريت يعني أن احنا بما أنكم مؤسسة خدمية ياريت تعملوا ندوات توعية للموضوع ده احنا ياريت نطلق عليهم لقب أطفال بلا مقوى أرقب كتير جدا من أطفال الشوارع هما ملهمش زنب ملهمش زنب أنه هما حكمت عليهم الظروف أنه هما يتواجدوا في الشارع فاحنا كدرنا كمجتمع ودرنا كإعلاميين وكل طبقات المجتمع ومثقفين وأطباء ودكاترة أن احنا نتكاتف كلنا للقضاء على هذه المشكلة ويعتبر دي أهم المشاكل الاجتماعية اللي ممكن بتؤدي لمصائب كتير جدا بتؤدي للانحراف بتؤدي للجريمة بتؤدي زي مشكلة اتعرضنا لها فيما سبق اللي هي مشكلة الاعتداء على الطفولة معظم المشاكل اللي بتحصل جريمة الاعتداء على الطفولة اللي بتحصل في الشارع فأطفال لأطفال عمرهم في سن سوائر أطفال بلا معهم لقب بس أطفال الشوارع نتج عن إيه أن الطفل أن هما متواجدين في الشارع نعم نتيجة اتفاتت الأسري ونتيجة مثلا أن الأمة تزوجت أو الطفل فجأة نتيجة اختلاف زوجين وصراع أو عندي بين الاثنين بعد الطلاق لأن المشكلة أصلا عندنا في الطلاق مش مشكلة الطلاق بس لنحن عندنا مشكلة في النهايات في العنف والانتقام النهايات يعني حتى عارفة لو الطلاق يتم وزي ما قالوا النهايات أخلاق فعلا عارفة لو النهايات تبقى أخلاق ربنا قال يدخلوا بالمعروف لا هنلاقي أطفال بين مقوى ولا هنلاقي أطفال شوارع هنزل الفضل بينكم مش هنواجه أصلا مش هنرجع هنصنفهم همئين بالأباقوى ولا شوارع مش هلاقي ده كله خالص هو هنلاقي كل الطفل نحافظ على نفسيته ونحافظ على أن الوالد بقى ليه حق في الطفل وده دور كل المثقفين أنهما يتكدفوا جميعا من خلال إقامة ندوات إقامة تدريبات وعي وعي ثقافي وعي مجتمعي احنا محتاجين زي ما احنا بنلاقي أن البداية حلوة وجميلة كده البداية الجميلة مدام البداية جميلة خلاص إحنا كده خلصنا من الملف دوت عايزين بقى تيجي الملف بقى تاني بقى هو النهايات ياريتني خلي النهايات أخلاق وجميلة زي من البداية خلاص عنا أتأكد أنها جميلة عايزين بقى نهتمم بالنهايات شوية هو يعني كان فيه على السوشيال ميديا مؤخرا ترند زوجة بعد طلاق بعد حوصلها على الطلاق أقامت حفلة وكسدت ترطة ترطة على شكل طديقها وقعدت تقطع فيها هل ده من وكية نظرك ده بيدل على إيه هل بيدل على هي كانت بتعاني نفسيا من العلاقة بينها وبينه ولا بتدل على إيه ولا هي عايزة تكتسب ترند للشغرة لا هي كسب ترند فعلا لا بس أكيد برضو أكيد هي عانت نفسيا لأنها توصل لمرحلة زي دي والله أي واحدة بتعاني نفسيا أو من ضغوط أو من كبتة أو من ترقومات نتيجة واحدة عاشت معاه وهي خلاص يعني نفسها توصل لمرحلة الفريضم أو الحرية أنها تخلص منه أوكي تمام أنت وصلت للنقطة دي وخلاص ووصلت لها وورينا بقى أنت بقى بعد الطلاق هتأثر إزاي في المجتبع بشكل إيجابي وتثبته وجودك وتثبته حياتك أن أنت أفضل بعد الشخص اللي أنت سبتي دو مش لازم توري العالم كله أن أنت حفل الطلاق وقبارة طلاق بكتر قوي دلوقتي بس إحنا لازم ندرك نقطة مهمة جدا أن انتشر مؤخرا كثير من قضايا القتل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها إيه هنا الخلل إيه الخلل اللي وصل للعلاقة الزوجية أنها ممكن تنتهي بجريمة قتل والأسباب يعني أنا شايفها من وجهة نظري أن الأسباب اللي قتلت للقتل هنا أسباب بلا قيمة وإحنا بنسبنا بنبص دا من المشهد الأخير اللي هو إيه الزوجة تقتل زوجها عشان خطر كوبايت شايتئيلة أو الزوج بيكتل زوجته عشان تأخرت عليه في الأكل طبعا دايما نبص المشهد الأخير بس ونقول إيه دا معقول حد دي قتل حد عشان خطر المواقب لا فيه أكيد ترقمات كبيرة أو قابليها وفيه ضغوط الطرفين يتعرضوا لها سواء هي أو هو ممكن إيه تكون بتعاني وما بتنامش الليل شهور و سنين طويلة جات عندي لحظة معينة بدون تأدير منه مثلا معينة هي كده أنت بتعاني عشان كوبايت الشايت قلنا لك تئيلة دا ما قلنا لكش حاجة يعني لأ هو أجواء ترقمات تئيلة أوي دفعته أنه هو ياخد تصرف دا فأحنا دايما نبص المشهد الأخير ما نبصش لبداية القصة من أولها لذلك حكمين على النماذج دي تلازم يكون يعني إيه يعني عادل ومنصف أوي لا يمكن دايما يكون السبب أكيد فيه ترقمات كبيرة عبل كد أنا لاحظت من خلال المؤلفات بتاعت حضرتك أن معظمها بيركز على العلاقة بين الرجل والمرأة من حيث التفاهم بناء إطار أسري مجتمعي في النهاية يعني الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي بنوصل لها في النهاية لمجتمع سليم شوفي زي ما الرعوربان قال الطيبون للطيبات والخبسون للخبسات بمعنى أن لا يمكن يجي واحد طيب يقايش واحدة خبيسة ويتقول لهم يستمر ولا يمكن واحدة خبيسة يعني هي بتبقى مجرد مرحلة وبعد كده لما الطرفين بيكتشفوا عيوب الطرفي الثاني هي بتبقى كيميا يعني عندي قبل قليصة لو واحدة خبيسة هتعيش مع واحدة خبيس هترضى بكل ظروفه وعيوبه وسرقته وإدمانه للمخدرات لأن هي خبيسة زيه فهيستمره معافل الشره ومعافل السوه ومعافل كل حاجة لكن لو واحدة طيبة ومواحدة خبيس مش هتستمر مش هتستعمل تصرفات الجنيئة هيحصل في خلق فهنا نرجع للكيميا لو في كيميا مشتركة بين الاتنين في الزوء وفي التفاهم وفي الحب وفي المشاركة وكل شيء الحياة تستمر مهما كانت الضغوط موجودة لكن مع تفاوت العلم وتفاوت الزوء وما فيش تعاون وما فيش ما فيش أي كيميا بين الاتنين خالص فهو برضا يرجع الموضوع لحسن الاختيار أولا وأخيرا لذلك التفاهم لازم يكون موجود بين الاثنين عشاء خاطر الحياة تستمر في الضغوط الموجودة حاليا الحياة تبا محتاجة مسؤولية من الاثنين سواء الرجل أو المرأة حاليا المرأة اللي يجب أن تشارك في المجتمع ده خلاص ده أساسي مع الظروف ديت إذا كان من ناحية الشغل تربية الأولاد دورها في المجتمع وهي دايما عليها لعب الأكبر على فكرة الأكبر في الأول آه طبعا عليها لعب الأكبر ده حاجة طبعا معروفة والرسول السلامة طبعا وصى بيها قال لك أمك ثم أمك ثم أمك بس هو الرسول اللي قال في الآخر إيه ثم مين ثم أبوك ما قالش بقى أمك ثم خلت أمك ثم عمت أمك ثم جارت أمك ثم عمت أمك والأب رقم 16 فلين يعني لغارة مفازية أو أن الأب في الحضانة يبقى رقم 16 ما برضو يعني آه عارفين أن المرأة بتواجه ضغوط كترة جدا في النفاءات وفي الحصول على النفاءات وفي المحاكم ده بعد حصول حيدوس الطلاق آه بتواجه صعوبات جمدة جدا أنا معاك لكن برضو هنتكلف الحق النفس للأب برضو يعني الأب رقم 16 في ترتيب الحضانة وهو الأب ده برضو لغارة مفازية ما حدش فهمه يعني فإحنا محتاجين برضو للمرأة برضو محتاجين أن القانون يتغير أو القانون مثلا يتم يتم تقنينه أو تعديلات بسيطة فيه حتى في الرؤية هو طبعا موضوع حق الرؤية دوت اللي هو بيتم في داخل أقسام الشرطة غير إنساني بالمرة هو المفروض أنه هو يبقى فيه تفاهم بين الأم وبين الأب بعد طالما إنقضت علاقة الزوجية بسلام خلاص يتفقوا على يوم محدد يرتبوا ليه بلقاء الأطفال داخل الأسرة نفسها مش ماقول يكون في الألتين ما فيش حد عائل يعني أكيد في الألتين في عقلاء وفي ربنا قال لك الجود الحكمين من أهل وأهلها أكيد فيه في الألتين حد عائل وحد حكيم يقدر ينظم الرؤية ديت أو ينظم الموضوع دوت بألية محترمة ومن الزمن للأب يشوف أولاده وإن هي تسعر رحقوها الأولاد بطريقة برضو إيه حق النفقة وحق الكلام ده كله إن كلها هي دي النهايات بقى هي دي النهايات أخلاق طب ممكن نقدر يعني نقول إيه إزاي نقدر نمني حياة سعيدة وطبعا الحياة السعيدة بتبدأ رقم واحد من الأسرة أكيد طالما الأسرة سعيدة هيكون في النهاية مجتمع سعيد المقومات والمعايير اللي حضرتك من خلال مشاركتك في المؤسسة ومشاركتك في الندوات الثقافية اللي انتو بتعملوها ومعاصرتك لأبرز المشاكل اللي بتمر عليكم في حلها داخل المؤسسة إزاي نقدر نبني حياة سعيدة أولا حاجة عند الأب هنا الأب اللي دخله مثلا ألفين جنيه شهرين مجيش إيه مثلا بيدفع إيجار مثلا بالشيء الفلاني وعايز يخلف عيال مثلا تلات أربع خمس عيال وقل لك أنا ربنا طبعا اللي بيرزق كل حاجة ويجي بقى كي يتصدم إن هو مش قد المسئولية فالطرف اللي معي استحمل 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 يسوي جي عند فجأة أقول لك أنا مش قادر هنا الأب أولا تنظيم الأسرة من ناحية إنجاب الأطفال لازم يعني إيه ما بيقولش بنعقول نقل منه يازم تقنن لازم هو أولا إحنا يعني التقنيل دوت شيء مباح بعد إذن حضرك معنا مداخلة تليفونية أروى وعليكم السلام ممكن أروى من أسوار ممكن تعالي صوتك بعد إذنك حضرتك أنا متجاوزة تفضلي تفضلي معيك يا أروى أروى تفضلي سمعينك وبحب بوزي وبس أنا كلامتي بحيد غيره وأنا ندمان على إن أنا عملته كده بس ناس مش رألين إن أنا رجع ثاني كده هو عايزي هو اللي عايز يرجع لك وسمحك دا هي اللي عايز يرجع وناس رافضين أهلك هما اللي رافضين لا ما في هو هو اللي رافض هي عايز ترجع وناس رافضين نا 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 أهله أهله اللي رافضين وهو سامحك هو سامحك تمام للدرجة إن هو حددوه بالأسل لو رجعني هيتلو للأسف هو دا اللي بنعاني منه إن أكيد مشكلة زي دي كان سببها إن الاتنين إحنا طبعا مش هنبرل لها خطأة نا طبعا وننشي إن إحنا ندخل فيه ودوه سامحك حسب حجم غلطة أين كان دا وضع إحنا طبعا إن شاء الله للأسف هنضطر إن إحنا ننهي الحلقة نظرا من دي كل وقت وطبعا إحنا حضرتك هتكون معنا في سلسلة من المقاشات والسلسلة من الحلقات للتعرض لبناء أسرة سعيدة وهنكمل الحديث إن شاء الله إن شاء الله طبعا حضرتك سعيدنا باللقاء معك وإن شاء الله هنكمل الرد على هذه المتسألة في حلقة أخرى إن شاء الله وتشرفنا بحضور الأستاذ مصطفى الجبالي أنا شرف لي أن أكون أجمعك النهاردة يا دكتورة وعلى القناة الصحة والجمال وبحييكم عن النجاح اللي أنتم فيه وشرف لي أن نكون في أول ظهور لها مع حضرتك هذا شرف كبير جدا إن شاء الله مش هيكون آخر ظهور إن شاء الله أعزائي المشاهدين الحب مسألة أخلاقية تتوقف على قبول عيوب الطرف الآخر إذا كانت العلاقات الزوجية قامت على كلمة الحب فستنهار العلاقة الزوجية لكن الحب والعلاقات والمشاعر متقلبة تتقلب بتغير الظروف والمشاكل وصعوبات الحياة إنما إذا قامت الحياة الزوجية على علاقة التفاهم والحب المتبادل بين الطرفين والصراحة فهنا تستمر هذه العلاقة وهي أسمى العلاقات وأقدسها لأنها طالما في أسرة سعيدة في مجتمع سليم خالي من كل الأمراض المجتمعية ونشكركم على حسن متابعتكم ونوعيتكم بحلقات متجددة من بنامي القضايا وأسرار وإن شاء الله في لقاء متجدد مع الأستاذ مصطفى الجبالي إن شاء الله ونكرر تاني أن تم عقد بروتوكول تعاون مع الأستاذ مصطفى لمناقشة كثير من القضايا وكثير من المساعدات الاجتماعية ونتمنى أنتم تتواصلوا معنا وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم سعدنا بلقائكم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة